وهذه أهم نقطة بالنسبة لي رؤساء الأندية عندما يتون للنادي يأتون بفكر يطبق بأربع سنوات فقط بعد ما يغادر ينتهي هذا الشيء ويأتي شخص آخر بفكر مختلف بمشروع مختلف ديمومة المشروع الرياضي في الأندية منتفي ما في مشروع رياضي عارف ليش؟ أربع سنوات كيف هو حق؟ عارف ليش؟ عارف ليش؟ تفضل لأن المشروع لو جاء طارق النوفل هو الرئيس كملت قاعد ثلاث سنين أنت ماشي بمشروع بس لسه المشروع محتاج خمس سنين فراح طارق النوفل أنا أعطيك عقليتنا كعرب عشان لازم نعترف بحقيقة مشكلتنا يمشي طارق النوفل يجي وليدي الفراج مكانه أول شي يتبادر بذهني عندما ينجح هذا المشروع راح أطلع على المسرح وقول هذا شغلي بيردون عليه شي يقولون لا هذا شغل طارق النوفل وأنا بقعد أكد عشان الرجل طارق النوفل اهدم ونبدأ من جديد عشان المشروع يصير مشروعي أنا هذه وان مان شو أنا الرجل العربي يعشق البطولة تفضل وبعدين اللاعب الصغير اللي طالع من الفئات السنية أول شي إذا كان في نادي يعني ميزانيات مش كبيرة أو قدرات المالية ضعيفة حيتم إغراءه بكل تأكيد وخطفة وهذا يعني سنة كونية في كرة القدم الأمر الآخر اللي هو جبتوا ثماني أجانب أو سبع أجانب السنة هذه اللاعبين الصغير وين يلعبون ما يقدروا يلعبون على أجانب استحالة فأنا كنت يعني كنت أتمنى أنه يتم إعادة دوري الأولمبي في ظل وجود هالسبع أجانب على لقاء عشان اللاعب ما يقول أنه ما بدأ يلعب في الفريق اللي بعد خمس عشرين أبو بدر لعبين على سبع عشر سنة سبع عشر سنة مثل منتخبنا عام أربع ثمانين الآن اللي عمره واحد عشرين ثانين عشرين نقول موهوب صغير سن وهذا خطأ